السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد كديري اللي بس عليكم صحيح اللي باس نتمنى تكونوا كلكم هانين بخيروا على خير وعيد مبارك سعيد اللي عيد ما بقى لهوال وإن شاء الله نتمنى يدخلوا عليكم الصحة والسلامة وطلعوا عمر إن شاء الله اليوم إن شاء الله أول محتة رجلي في المغرب أول حاجة كنديرها دائما هي أنني كنمشي للبحر بما أنني أنا كابرة في مدينة الرباط يعني البحر كان عندي على جوج خطوات من الدار كنمشي لي في الصيف كنمشي لي في شتى كنمشي لي في أي وقيدة في العام وأنا دا بساكنة في واحد المدينة في بولونيا ما عافت وشكي الناس كيعرفوا في نجات بالضبط ولا لا ولكن هي مدينة ما فيهاش البحر ماشي مدينة ساحلية أقرب بحر قريب لنا تقريبا بساعة وشي حاجة يعني بما أنني أول ما حطيت رجلي في المغرب خاصني ضروري نمشي للبحر ضروري وكيف كنتشوفوا معي أنا دا با كنا غادين في الطرق ديال البحر وتبارك الله الدنيا تبدلت عليها بزاف بزاف هاد الصور لي بديت بيهم الفيديو هادا حيل ويفاق في تمارا تبارك الله الشنطيات البني كل شي كل شي تبدل عليها ما بقيت فاهم حتى شي حاجة كنقول لهم فين أنا تبارك الله كي كنتتبعوا معي هنا يا دنيا تغزالة بزاف الناس اللي شحال هادي ما جوا والناس اللي كيني الناس اللي سكنين اللي كي يجيوا للمغرب ولكن هاد المنطقة هادي يقدروا يكونوا من شحال هادي ما شافوهاش أنا صورتها لكم باش تشوفوها معايا أنا فالصراحة وخالص ما كان نجي لها كل عام فيما كان نجي للمغرب ولكن تبارك الله المغرب زيان 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 بزاف بزاف رس عمال لي لي عايش في بلاد واحد اخرى وحدا الناس اللي عايشين في المغرب زعم العطلة فى المغرب ما غادش تندمو عليها حتى كايين ما يتشاف تبارك الله كايين كايين بزاف ميتشاف تبارك الله بلادنا وهد المنطقة هادي ركي يجيوا لها الناس بزاف هرهورة تمارك يخيموا فيها الناس من المغرب كامل مهم كيف كتبعوا معاي حنا قربنا ده فى الطريق ديال كازينو وما لا يعرفوه اول بحر كيف يبدأ في مدينة مارا اللي كتبذل السلسلة ديال البحورة اول بحر كتلقاه قدامك هو بحر ديال كازينو تبارك الله تأمين ناجا ولا داك شي غزال فن ودارو ليه الباركينج سوتيغان يالله الدشن داب هاد الايام بملي جيت يالله كانو دشنوه كانو دارو السيمن اللولا كانو فابور مهم هاتو ما كيف كانتشوفو تنقا ما في حتى شي حاجة من الفوق ما كان حتى شي طموبيلات حتى شي حاجة ولا داك شي غزال تبارك الله والكورنيش حتى هو ديال وعاودوه انا بقي ما مشيتش ليه ميل الله دا بجيت نتمحر في الصباح وإلا جيت هاد الايام ان شاء الله الكورنيش في الليل نصورو لكم حتى هو ونشاركو معاكم ونقول لكم شنو تبدل عليا وشنو ما تبدلش عليا هاد ليه مجازان هادو اللي كانو على الشانطي كلهم دارو ليهم لا فاصد عاودوها اليوم كلهم ولاو بحال كيف كتشوفو ما بقاش داك شي عشوائي كي بحال شحال هادي ولدك شي غزال تبارك الله دنيا ولا تزوينو حتى تجنب هادي الشانطي ولو مقابلينهم زيان كيف كتشوفو الخضورية في ممشيتي وهاد ليه تيغان هادو كي بحال هكا الباسكيت ديال الفوت ديال اي حاجة في ممشيتي كتلقى بحال هاد لايس هكا وفابور بالنسبة للناس اللي بغاوا يلعبوه يدروا الرياضة ولا هادا هاد الطاهيرة عجبتني بزف بزف زعم ما شا نقول لكم تبارك الله وصلها عن البيض ديال ما كايين ما يتشافوا بلادنا ما كايينش حسن منها مشيحة بلادي ولكن تبارك الله انتم كايين بزف نسيجوا من البولدان للعالم كامل ويأكدو هاد الهضراء هادي اللي كنقول لكم ديال ما مشيحة بلادنا غدي نشكروها على والو ولكن فيها كل شي اي فهذا التنوع ديال المغرب هو الميزة ديالو هي التنوع ديالو المهم قولي يا باركة ما تشكري لينا المهم اخيرا اخيرا وصلت للبحر شكل اللي عارفوه من هاد الدخيلة هادي شاطئ سيد العابد كان حمق عليه من الصغر هو اللي كنا كنجيوليه حتى في رمضان فاش كان كيجي في الصيف كنا كنا كنجي وكان فطرو فيه في الليل كيكون في هاكا اله الناس كيف فطرو في العائلات وهاكا الصحاب بيناتهم المهم هاد البحر انا عندو مكانة خاصة عندي ومشينا ليه في الصباح بقينا خاوي كيف كتشوفو ما كانش الناس بزاف ونقي نقي 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 ذا ما زوين بزاف شحال هادي كان كيكون عامر شفتو هنا غتبال لكم واحد البلاكة وخافي على الاداء ارا ما كيلا الاداء الا والو ما عفتش علاش ديرينها كاتبين واحد مهم غير لاش وحد جاتعينه على ذاك البلاكة يصحب ليه وش البحر بخيفير رفابور بحل بحورات المغرب كاملين كانش بحورة قلالين في المغرب بلي بايون ولكن قلالين بزاف اغلبية الاغلبية البحورة في البغرب باش يبحل البولدان الاخرين الحمدو الله على هاد النعمة ان البحورة باقين عندنا فابور وكنتمنى يبقى ديما فابور كيف كتشوفو اللي ما كيعرفت البحر ديال سيد العابد فاش كيكون هربان ركيكون شوية صخر عريان من هاكا ولكن فاش كيعمر احنا جينا لي هاد النهار كانت هربان في الصباح وفي العشية كيف غادي تتبعوا معي غادي يعمر شوية واغا بتقلقي يطبعوا خصوصا لي عدو مليدة الصغار خصوصا لي عندهم يوميدا وظوين وهان طوما كيف كتشوفو ما كيهه لمجلة حتى شي حاجة البيني حلويت ندخلوه البيني حتى يدوز على خاطره كيف كتلكم لي عدو المليدة صغر ما يخافش عليهم يخليهم يعمو بوحدهم ما كانش للمجلة حتى شي حاجة اللي تخافوا عليها منهم و احسن حاجة في البحورة دينا دينا المغرب هي الزريعة و الكوكاو اي حاجة تشهيتوا تبارك الله تلقاوها كيدوزوا اي حاجة تشهيتوا قهيوة معطرة و شوية دي الكوكاو و شوية دي الزريعة قتم هذا البحر هذا ما كيش محسن منه صبح الله لكنتو في البحر اي حاجة كتشهاوها ما عفوش غير انا ولا نجوما حسنتوما كنظن كل شي الناس بحال بحال صبح الله كونشي كي يجي كبنين في البحر دينا معنا الترموس دي الاتاي شرينا شوية دي الكوكا و شوية دي الزريعة و شوية دي الحماز سموها مراكم عارفين العيبات ضروريين بش ضروري ان الله يورسنا بشي حاجة في البحر ما يبقوش غالسين خصوصا بالنسبة للناس اللي ما كيعموش بالنسبة للناس اللي ما كيبروش يمشي ومتقليل لبحر الكراسة البراسول الطابلة ولا المعنو مش طاوموا بلكي مشي وغف ترنسبور كل شي كاينتما كل شي موجود الكراسة كيتكراو بعشرات درهم الكورسي طبية لعب عشرين درهم ولبا غاصول حتى هوا كيتكراو بعشرين درهم قد ضل به النهار كامل تم زي ما اسمينا مناسبين عنا في النهار هذا الشرط الوحيد كان باش نمشي للبحر وانتغدا فيه هي انا وميصابوليين معقودة وفليفلا ذاكوا مع ذاك البحر ذاك الاغداء ليش حال هالي ديالت الصغارتا واحد ما يقول يلا املكنا الصغارة مكناش كنديوب على ذا الاغداء هذا هえて قريبا واحد 900% مغاربة ا hating كانوا كانوا يهزبها للغداية ا CPA ا FCC ايضا انا بالمعقودة بلي العقدة هادي اش حال فرح هذا هاتست terms قريب صغار بلل المهم اللي يشاب هاشا يقول الله اسってる وكيف قلت لكم مقبضل ه همسوي البحر ده بطلع في العشية العوما كدكون مخيرة فسيد العابد المتجد من فوزام الطالع من فوزام الطالع لولادة الصغيرة شاهدوا بينها ومن فوزام طالع تقدروا من خيرين وناصيحة بالنسبة الولادة الصغيرة ومن أتردون لهم لكي أتبطوا تحتلهم لم تفتتهم بذاك الصغيرة مخصصين البحر اللعوما من الأحسن لبسوهم ليهم هيت كين شوية الحجر ويقدرون يقدروش هكي يلقوا فيني ما يعرفوش فيني عفطوا ويقيسوا رجيلاتهم مو يغير نصيحة جانبية كنتمن أنكم تكونوا قديتوا معايا نهار زوين وتكونوا استفدتوا شي حاجة من هاد الفيديو كنقول لكم سلام عليكم وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله نشوفكم على خير